السلام عليكم ورحبا بكم معي في قناة حلويات اسماء اليوم ان شاء الله سنقدم لكم وصفات المربا او الماندارين او اليوسفي او التين كما كان اسميه في الجهة الشرقية غزال غزال من اروع الوصفات كي يجي اللون دياله جميل جدا وكي يجي عاقد والديد بزا بديل اللي بنا طلبوه مني في الفيديو ديال الحرشة ديال البرتوقاي لكن اعتدر اني تعطلت عليكم والان دوزو وصفات ديال اليوم تمنى تعجبكم وفرجهم متع اذا سنبدأوا على بركتي الله سنحتاجوا بطبيعة الحال للماندارين كيلو جرام ونصف اللي يكون منقين تقشر يعني حتى قشرتو عذا عبرتو كيلو جرام ونصف بالنسبة اللي بنات اللي مضتو فرشندهم الميزان فانا عندي هنا تقريبا او عندي سبعة واشرين حباء ديال الماندارين بهذا الحجم هذا اللي كيف ما كتشاهدو يعني حجم متوسط ماشي كبير وماشي صغير سبعة واشرين حباء اللي كتاخدوه كتغسلوه مزيان وكتنقيوه هنا يعني غير كان نقيوه ما كانت خلصو من البدور دياله او تحاجة ثم بعد وغضي نقول لكم شنو غضي نديرو لهذا الماندارين او لهذا الكيلو جرام واصف ديال الماندارين غضي نحتاجو كيلو جرام واحد من سكر خاشين او سكر سنيدة او يمكن لكم تمشيو حتى كيلو ميتين جرام اذا كان عندكم مندارين حامض انا عندي الماندارين حلوه يعني ديال هاد الوقيته كيكون حلو بزاف فكيلو واحد كافي ديال السكر عندي ايضا واحد ساشة ديال الفاني كيبقى الفاني اختياري اذا ما بتوش تضيفوها ما تضيفوهش يعني هي كتعطيو حد لده اضافية للكونفيتور ديالي فكنا اخد هاد الماندارين هادا كنحاول من بعد ما قشرتو كنحاول انه ينفصل القطع بحل هاد الشكل او الحبات مش بالضرورة انه ينفصل يعني قاع المهم انه ينحلك دوك الحبات ديال الماندارين مباشرة من بعد كنضيف دك السكر سنيدة او السكر الخاشين وايضا دك الساشة ديال السكر من السم الفانيلا وكنا اخد شي ملعقة خشبية نحرك بزيان حتى غادي تخلط لي هاد الماندارين مع السكر ويندامجوه نحسو ان السكر يعني قاعد تبلل بالعصار ديال الماندارين اذا كان عندكم الوقت متوفر يعني كان عندكم وقت كتير غادي تتغطيو على هاد الماندارين وتتخليوه ليلة كاملة حتى يتلقي المادية له كامل وتضاك السكر تلقوه كعداب ولكن انا ممتوفرش عندي فقط غادي نخليها ربو ساعة و 15 دقيقة غادي نخليه حتى يبدأ يتلقي المادية له ومبعد غادي نكمل العملية لتحضر هنا كما كتشاهدو بعد ما خلطوه مزيان غادي يبدأ يتلقي الماء سافي هنا غادي نغطيه غادي نخليه مدد ربو ساعة بعد ما دازت مدد ربو ساعة كما كتشاهدو كيزيد يتلق دخلتو الليلة كاملة غادي يتلقها يعني كمية دي المكتر للمرحلة الموالية غادي نحتاج النهر هاد طحانة دي الماطيشة او الطحانة اليدوية دي الطماطم غادي ندوزو فيها الماندارين كامل باش نتخلصو جميع الشوائب ومن ذاك يعني ذوك البودور دي الماندارين اللي ممتوفرش عندها هاد الطحانة اليدوية فقط كتاخدو الماندارين دي لكم بعد ما كتشروه كتحيدو له قادو الخيوط مضروري جدا وكتحيدو له ايضا ذوك البودور ديالو وكتدروهم يعني كتكملوا منص الطريقة غير كتطيبوه مباشرة حتى كيطيب عاد كتدوزو في الكسكاس اللي كنطيبو فيها الكسكسو يعني كتدوزوه وانتوما كتسمعسوه بملعقة خشابية حتى كيخرج قاعدك يعني يخرج لنا المربة من التحت وكيبقاو ديك ديك جلدة ديالو كتبقا من الفوق بسبب هكا الطحانة اليدوية دي الماطيشة يكتسهل علينا الخدمة بزاف فكيبقاو كنديرو هاد الماندارين وكندوزو بحلاكة يعني كندوزو في هاد الماكينة كما كتشاهدو يعني كتعصر كل شي وكتبقا ديك جلدة ديال منظرين الفوق وكيينزل يعني اللب ديالو الى تحت انا هدي مقام كملها بنفس الطريقة حتى نسلي الكمية كلها مرة مرة كنحيدو ديك شوائب ديال منظرين باش الماكينة دائما تحننا مزيلا بعد ما ساليت وطحنت الكمية كلها كنحصل على هاد الخالط هذا يعني كيكون وحد الخالط ليه وشي جاري يعني كيكون غني بالعصر هاد هي الكمية ديال الشوائب اللي كتتحيد لديك الماكينة ديال طماطم يعني هاد هي الميزة ديالها كتصفي ليه كل شي بوحد طريقة اللي جيد سهله قبل ما غادي ندوزوا باش نشوفوا الطريقة ديال طياب دياله غادي نعطيكم بعض الملاحظات المصائح مهمة جدا باش تنجحوا فيه اول ملاحظة اللي هي يعني خصكم تعرفوها ان الماندارين ماشي بحال المشماش مشماش كيعطيناه يعني كمية اللي هي كتيرة ديال المربة بمقارنة مع الماندارين الماندارين فيه كمية ديال المالية كتيرة يعني كمية ديال ما فكت تبخر في الطياب دياله اما المشماش هو هو كيما كتلاحظوا يعني كيكون فيه لوب كتر من الماندارين للعكس فما توقعوش انه تخرج لكم كمية اللي هي كتيرة ف هذه الملاحظة الاولى الملاحظة الثانية اللون ديال المربة ديالكم على الكون في تورك تحكمو فيه حسب الرغبة فاذا بغيتوا اللون يكون غامق مثل وحمر النارخص هتكون جيد 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 هادئة والكون في تورك تخليوه طبعا خاطر خاطره يقدر حتى الجوج ديال سوايا باش توصلوا اللون اللي بغيتو بغيتو اللون دياله يكون فاتح ويكون خفيف يعني كتديرو حدنا اللي تكون متوسطة شوية وكتخليوه يعني حتى كتحصلو ايضا على الدرجة ديال اللون اللي بغيتو فانا كنبغي المربة ديالي يكون اللون دياله غامق ويكون عاقد غدي نشوفوه مع بعض الطريقة ديال الطياب فكان اخدوه كنفرغوه في واحد طنجرة ولا في كوكوت انا استعملت هنا كوكوت كتلاحظوا ان الكوكوت يعني كبيرة بزاف انا هنا عندي هاد الكوكوت تقيلة فافضلت انني استعملها لاني عندي كوكوت هاد يعني ثقيلة ما قديش مبقى كل مره نطلع للمربة ديالي ونخاف انه يلصق ليه في الطنجرة يعني اذا استعملتوا طنجرة اللي تكون خفيفة ولا كوكوت اللي تكون خفيفة فمنظروا جدا كل مره تقلبوا او تراقبوا المربة ديالي لكم باش ما يلصق لكم في القعل ويتحرق ويعطيكموه هاد البنا ديال المرورة فانا غادي يعني مني وضعتوا في هاد الكوكوت فما ما نحتاج انني كل مره نطلع اليه يعني كل غادي نوضعوا ساعة وغادي ننساه اه نهائيا حتى من بعد وغادي نطلع اليه فكان وضعوا اولا فوق اه النار اللي تكون او فوق واحد النار اللي تكون جدا عالية حتى كي يبدأ يغلى كما كتشاهدوه نارك كي يغلى بعد ما كي يغلى كن نقص النار كنرجعوها شمعة يعني المينموم ديال النار اللي عندكم في البطاة ديالكم كتنقصو وكتخلي وهي طيب على خاطر خاطره كيفما يكتليكم هنه بعد ما مرت ساعة كي يكون شكل ديالو بحال هكا ما نحتاج نحيدلو نهائيا رغوة لوالو حتى كي طيب ليه ويوجد وكي عاد كن نحيدلو يعني الرغوة ديالو فهذا هو شكل ديالو بعد ما مرت ساعة ونصف باش نعرف ان الكمبيتور ديال يواجد وانه يعني خدا الوقت الكافي ديالطياب كناخد واحد الملعقة كبيرة وكنوضحها في شيء زلافة وكندخلها المجمد حتى كي يبرد ديالكم في الكمبيتور تماما يعني ونخليه شيء يجمد غير حتى كي يبرده نشوفه الكتافة اذا كانت ناسبني او لا يعني انا هنا كنفضل انه يجي عقد واللون ديالو يعني مغلوقة لها كافة وغادي نزيدله شوية ديالطياب هنزيدله تقريبا حتى 15 دقيقة اخرى بعد ما مرت ساعة و 45 دقيقة بالضبط كي يكون الكمبيتور ديالي واجده وصلت الدرجة ديالو اللي انا بغيت حيت له ديك الفرارة او ديك الرغوال اللي كتكون من الفوق وكي يكون اللون ديالو هذا يعني يبال لكم اغلق مع الاضاءة ولكنه هنا في الزلافة كما كتشاهدوا كي يولي اللون ديالو بحل هكا انا راديجا وضعت يعني تجريبة في المجمد كيف ما قلت لكم وشفت الكتافة ديالو وعرفت يعني انه يعني يواجد وده بغت انحيده بالنسبة لطريقة ديال التخزين ديالو فكن اخد هنا قراعي ديال الزاج ديال الكمبيتور تقدروا يعني تتعملوا غير اللي كي يكون فيهم الكمبيتور كتشريوا الكمبيتور وكيبقوا لكم انه ما كان اغليهم ما كان اعقمهم موالو فقط كان اصلهم زيان وكان خليهم يشوفوا وكان عمروا فيهم مربا ديالنا يعني ما تخافوا منوالو ما غادش يخسر ليكم فقط المربا او الكمبيتور خصو يكون سخون مباشرة بعد ما كان طفولوا النار كان بدون عمروا في قريعات بهد الشكل فكان عمروا القرعة ديالنا وكان خليه واحد المساحة شوية ديال النفس وكان سدو وكان زيارو مزيان ومباشرة كان قلبوا القرعة بهد الشكل فبهد طريقة يعني كيكون عندكم المربا يقدر تحتفظوا به حتى العام او كتر ما كيوقع عليها حاجة فقط اننا نتأكدو اننا نسدوهم زيان ونزيرو ما تخافوا منوالو هرا ما غادش يخسر ليكم وصافي كيكون كتكون الكتفة ديالو هي هادي كيجي عاقد وكيجي غزال بزاف اللون ديالو كيف ما قلت لكم الكتفة وايضا اللون كتحكموا فيها على حسب الرغبة نتمنى الوصفات ديال اليوم تكون اعجابكم ونتمنى اني نكون لبيت الطلب ديالاخوات اللي تلبوا مني الطريقة وايضا يكونوا الاخوات المبتدئات تستفدوا من هاد الفيديو اذا عجبكم ما تنسوش كمال عادة ديروجام اشتركوا بالقناة وايضا فعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات ايضا ما تبخلوش علي بتعليق ديالكم وايضا اقتراحاتكم شكرا بزافة للمتابعة ومتلقوا فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة